يبدو الملف الرئاسي مكانك روح والحراك الدائر لم يخلص إلى نتائج حاسمة بل فتح الباب على مزيد من المشاورات وترقب الأجوبة وهو منتهى إليه النائب جبران باسيل في مؤتمره الصحفي اليوم ما يعني أن الانتظار سيبقى سيد الموقف وعداد الشغور سيزيد أياما وأسابيع على رزنامته في هذا الوقت بدى صوت الصواريخ والمسيرات من الجنوب إلى غزة اليوم أيضا أعلى من صوت الحراك السياسي والديبلوماسي الهادف إلى وقف إطلاق النار وقد أعلن أفخاي أدرعي مساء عن انتهاء تدريبات ألوية إسرائيلية للقتال على الجبهة الشمالية وبينما سيجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر في ساعة المقبلة لبحث الوضع على الجبهة الشمالية ومفاوضات صفقة التبادل لفت ما نقلته رويترز عن مسؤول أمريكي كبير عبر عن قلق بلاده الشديد حيال التصعيد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية واستتبع المسؤول الأمريكي هذا القلق بإعلان أن وقف إطلاق النار في غزة ليس كافيا بل هناك حاجة إلى ترتيبات محددة للأمن في الشمال فما الذي سيسبق؟ الترتيبات أم التصعيد؟ ترجمة نانسي قنقر